تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتد للحرارة في أول الليل مائل البرودة في آخرهم في الصباح الباكر مائل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب البلاد خلينا نتعرف على تفاصيل الجو أكتر وبصحبتنا على الهاتف الدكتورة منار غانب عضو المركز الإعلاني لهية الأرصاد الجوية أهلاً بيك يا دكتورة أهلاً بيك أستاذ مصطفى وأهلاً بكل السادة المشاهدين خلينا نتعرف على تفاصيل الجو البعض يعني نلاحظ أن فيه انخفاض بسيط في درجات الحرارة وخصوصاً في ساعات الليل متأكرة هل يعني نقول أن فصل الشيطة بدأ وأن درجات الحرارة هتأخذ بعد كده في الانخفاض لعياب القادمة؟ هو طبعاً بالفعل إحنا عندنا انخفاض في قيم درجات الحرارة وفترات النهار وفترات الليل وقيم درجات الحرارة تعتبر كمان حول المعدلات الطبعية للوقت ده من السنة نتيجة سأسرنا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط دي كتل هوائية معتادلة بشكل دير في قيم درجات حرارتها وده اللي بيخلي العظمى فترة النهارة على القاهرة الكبرى ما فيهاش أي ارتفاعات وابتتراوح على مدار هذا الإسبوع كله من 28 إلى 29 درجة مقوية خلال فترة النهار تحدد أن يوم هتكون 29 درجة مقوية خاصة كمان مع وجود بعض الصحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم الصحب دي بتحجب جزء من أشاهات الشمس فبالتاع كمان إن احنا نحس أكتر دي الأجواء الخريفية لكن هو الأكيد مع وجود أشاهات الشمس احنا بنحس بالدفء أو بالاستقرار أجواء مائلة للحرارة فترة النهار في المحافظات الشمالية حرار في المحافظات الجنوبية رغم إن كافة محافظات الجمهورية قيم درجات حرار فيها حول المعدلات ومفيهاش أي ارتفاعات بالفعل كمان فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة وقيمة درجة الحرارة الصغرى انخفضت يعني احنا متوقع أن نسجل قيم درجات حرارة ما بين 22 و20 درجة مقوية صغرى فترة الليل بالنسبة للقاهرة الكبرى فبالفعل أول فترات الليل أجواء معتدلة فترات الليل متأخذ فترات الصباح الباكر أجواء فيها برودة وأجواء مائلة للبرودة في معظم المحافظات وخلصة كمان المدن الجديدة الأماكن المفتوحة المحافظات المدن الجديدة اللي حاجة بيتكلم عنها لو اتكلمنا أيضا عن قيم يعني الرياح كان ملحوظ أيضا بالأمس أن فيه يعني رياح شديدة مثيرة أيضا للأتربة هل دي مستمرة في يعني هذه الأيام ولا ممكن نقول إن ده شيء مؤقت هو وجود رياح مستمرة معنا خلال الأيام اللي جاية لكن مش هتكون مبثيرة للرمال والأتربة إن شاء الله يعني وجود رياح هنحس في فترات المساء ساعات الليل سرعة رياح من 30 إلى 35 كيلو مثل على الساعة مش هتكون عالية بالشكل الكبير لكن وجودها في فترات المساء وساعات الليل ده يساعد أن نحس بالنقصات قيم درجات الحرارة أكتر وممكن نحس بالمرودة أكتر في فترة الليل المتأخر أو الصباح الباكر وطبعا الشابورة المائية الظاهرة الجوية المؤثرة معنا في فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وممكن معاها انقصات في الرؤية الأسلقية في فترات الصباح الباكر لكن مش هتأثر على حركة المرور وهتختفي مع تطوع عشاعة الشمس يعني تقريبا 8 صباحا الشابورة المائية تختفي الرؤية الأسلقية تتحسن على أغلب الطرق وده طبيعة المصط الأول من فصل خريف إحنا مازلنا الفصل الخريف مازلنا النص الأول من فصل الخريف البداية الرسمية لفصل الشتاء هتكون 21-12 ولسه باجت مدري جدا على بداية فصل الشتاء لكن التجاه العام لقيم درجات الحرارة في الأموم في الأيام اللي جاء وأشهر الجاه هو الانخفاض يعني إحنا بنتاجه نحو الانخفاض كل ما اقتربنا أكثر من النص الثاني من الخريف وفصل الشتاء هلاقي قيم درجات الحرارة إذا كان فترة النهار وفترة الليل يعني ده مش منخفض مؤقت يا دكتور ده ممكن يستمر لا هو مش معقد لأن احنا بنقول على مدار الإسبوع ده كله دي قيم درجات الحرارة المفروض نكون عليها في الوقت ده من السنة ممكن بعض الأيام اللي هي أعلى أو أقل من المعدل الطبيعي ولكن الطبيعي نحن نلاقي برودة فترة الليل صحيح طيب النصائح اللي ممكن وجاء للناس وخصوصا مع تغير درجات الحرارة يعني أو انخفاضها يعني نقول خلاص نقول نبتدي نستعد الفصل الشتاء ننزل الشتوي بقى ونستعد لهذه الأجواء ولا لسه شوية هو أكيد مع فروق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل لأن احنا دايما في النهار مع الشمس في دفء لكن في الليل في برودة لازم الملابس الخريفية لازم بنقول خاصة الطلبة ومريحاني لمدارس فترة الصباح الباكر احنا واحنا رحين أشغلنا فترة الليل المتأخر أو راجعين من أشغلنا فترات الليل المتأخر مهم جدا الملابس تكون ملابس خريفية مش ملابس طيبية بشكل كامل أو معنا جاكت خفيف لو حسنا بانقفاض قيم درجات الحرارة النهار ومن أكد تاني الطلبة والأطفال لازم الملابس الخريفية تجنبها لنزلات البر القيادة تكون بهدوء تان فترة الصباح الباكر مع وجود الشابورة المائية والمتابعة الجيدة لنشرات الجوية بصورة يومية لأن فصل الخريف هو فصل تقلبات الجوية الحادة والسريعة يعني وارد جدا يحصل تغير في التنبؤ الجوي بصورة حادة فلازم نتابع نشرة الجوية بصورة يومية صحيح شكرا لك يا دكتورة وبالتأكيد يعني أعتقد أن الأجواء فعلا زي ما حضرتك قلت أخذها في الانخفاض ولازم الجميع ياخد باله من هذا الأمر على أي حال خلينا يعني نذهب سريعا لمتابعة درجات الحرارة المتوقعة نهارا زي ما قالت الدكتورة منار درجات الحرارة يعني حتكون في معدلاتها الطبيعية في هذا الفصل من العام في ساعات الصباح الباكر ولكن ليلا بتبقى أخذها في الانخفاض ده واضح جدا تقام درجات الحرارة العظمى 29 في القاهرة والصغرى 21 أيضا العاصمة الأدرية كذلك 30-20 الأسكندرية تنخفض بعض الشيء 27-19 العالمين الجديدة 27-19 تنخفض أكتر في مطروح بواقع 26 العظمى 18 الصغرى 28-23 28-24 بالإسماعيلية في درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 محافظة السويس يعني ربما تكون أيضا قريبة من درجات الحرارة موجودة في العاصمة العظمى بتسجل 29 درجة والصغرى 20 في العريش العظمى 28 والصغرى 18 كاترين ربما من أكثر المحافظات انخفاضا في الجمهورية درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى هي أقل درجة 12 طابة 27-22 حلايب 30-22 32-32 شرم الشيخ تأكد درجات الحرارة في الارتفاع العظمى تسجل 33 والصغرى تسجل 24 كذلك الحال أيضا الغردقة تسجل العظمى 33 والصغرى 23 إذا نظرنا للفيوم حلايها برضو بنفس مستوى درجات الحرارة الخاصة بإقليم العاصمة الكبرى العظمى تسجل 30 والصغرى 19 بني سويف العظمى 30 والصغرى 19 الوادي الجديد طبيقة الحال محافظة صحراوية فالعظمى فيها 32 وتسجل الصغرى درجة حرارة 18 السيوت 31-17 سهاج 32-18 تسجل قنى 34-20 والأقصر من أكثر المحافظات ارتفاعا 34-22 وأسوان هي أعلى درجات الحرارة في محافظات الجمهورية على الإطلاق تسجل فيها العظمى 34 درجة والصغرى 23 إذن مشاهدين زي ما تابعنا درجات الحرارة أخذها في الانخفاض بطبيقة الحال لن يلحظ أحد هذه الانخفاضات فيه يعني قام الحرارة الخاصة بالصباح الباكر ولكن تأخذ الدرجات منحنة نحو الانخفاض بشكل كبير جدا فيه ساعات الليل مع هود سرعات من الرياح نرجع مرة تانية لازميلة في السيديو محمد عبدو ودينة شرف لمتابعة فقرات صباح الخرم شكرا لك يا مستوح شكرا لك يا مستوح